أذهب بكم إلى لقطة ثالثة إنها سورة التحريم وما أدراك ما سورة التحريم الآيتان الرابعة والخامسة بعد البسملة من سورة التحريم إن تتوب إلى الله سياق الآيات عن نساء النبي والخطاب هنا موجه إلى زوجتين من زوجات النبي إن تتوب هذا الخطاب موجه إلى زوجتين من زوجات رسول الله إن تتوب إلى الله القرآن يطالب هاتين الزوجتين بالتوبة بحسب تفصيل الآيات إن تتوب إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن رسول الله الخطاب لزوجتين من زوجات رسول الله قلوب مائلة عن رسول الله إلى أين تميل القلوب التي تميل عن رسول الله هل تميل إلى الحق هل تميل إلى الهدى هل تميل إلى الله القلوب التي تميل تبتعد عن رسول الله إلى أي جهة تميل إن تتوب إلى الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن رسول الله بقرينة ما يأتي وإن تظاهر عليه على رسول الله نحن والآية بغض النظر عما يقوله مفسروا سقيفة بني ساعدة في تحريفهم لمضامين القرآن الآية واضحة إن تتوب إلى الله يعني يا أيتها الزوجتان أنتما بحاجة إلى توبة فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن أي شيء مالت بقرينة الضمير الذي سيأتي في الجملة القادمة وإن تظاهر عليه يا أيتها الزوجتان تتظاهران على رسول الله التظاهر الاتفاق القوي على إذائه حين يتظاهر الناس على شخص يريدون إذاءه يريدون القضاء عليه بقرينة ما يأتي في الآية وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صالح المؤمنين عليهم هذا في كتبنا وفي كتبهم أيضا الروايات في كتبهم أيضا لا أريد أن أتحدث عن هذه الروايات وإنما عن المضمون الإجمالي للآية إذن ما هو مقدار العداء عند هاتين الزوجتين بحيث أن الله يقول لهما مهددا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هؤلاء كلهم في نصرة رسول الله في مواجهة ماذا هل هذا في مواجهة زوجتين اختلفت مع زوجهما في أمر من أمور النساء هل تعتقدون ذلك زوجتان اختلفت مع زوجهما في أمر من أمور النساء في شأن أسري عائلي محدود سبحانه وتعالى يقف في مواجهة هاتين الزوجتين نا مؤامرة كبيرة أدت إلى قتل رسول الله لا أريد الحديث عنها هنا وإلا ما معنى أن الله مع جبريل مع صالح المؤمنين مع الملائكة في مواجهة هذه المؤامرة تدبروا في الآية إذا أردتم أن تطلعوا على أسرار هذه الواقعة عدوا إلى برنامج الكتاب الصامت فإنني قد فصلت القول في هذه الواقعة بحسب قرآنهم وأحاديثهم صلوات الله عليه لا أريد أن أخوض في أحاديثهم وإنما نحن والعربية والقرآن إن تتوب من هتان الزوجتان لست أنا الذي أقول سأعود إلى البخاري هذا هو البخاري صفحة ثمانمية وثمانية وتسعين كتاب تفسير القرآن الباب الثالث رقم الحديث أربعة آلاف تسعمية وأربعة عش بسنده عن يحيى ابن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس إنه عبد الله ابن عباس عن يحيى ابن سعيد قال سمعت عبيد ابن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمار فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرة على رسول الله ما جاء في سورة التحريم إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه إلى آخر الآية فسؤال ابن عباس حين سأل عمر بن الخطاب سأل عن هذه الآية فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرة على رسول الله ابن عباس يقول فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة سؤال ابن عباس هكذا سأل عمر يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرة على رسول الله ابن عباس أعود إلى سورة التحريم فهذا الخطاب موجه إلى عائشة وحفصة الرواية في البخاري وعن عمر بن الخطاب إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن رسول الله وإن تظاهر عليه إنكما تتفقان بقوة وشدة على رسول الله هذه مظاهرة على رسول الله إنها معادات ومخالفة واضحة لو لم تكن كذلك لما كان الكلام من الله بهذه الصيغة فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إذن ماذا فعلت هاتان الزوجتان ماذا تنوي هاتان الزوجتان أن تفعل هناك أمر مغيب لا أريد الحديث عن لكن الآيات تشير إلي إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما شيء في القلوب وإن تظاهر عليه هذا اتفاق في الخارج صغت القلوب شيء داخلي وإن تظاهر عليه هذه المظاهرة في الخارج هناك مؤامرة أدت إلى قتل رسول الله بعد ذلك الآية واضحة تشير إلى قضية خطيرة كبيرة بحيث يكون الكلام في مواجهة هذه القلوب وهذه المظاهرة فإن الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هذا علي من هو صالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه انتبه إلى تعبير الآية فإنه دقيق جدا عسى ربه انطلق كنه أن يبدله أزواجا خيرا من كنه ما هو وصف الأزواج التي هن خير من عائشة وحفصة عسى ربه انطلق كنه أن يبدله أزواجا خيرا من كنه مسلمات سؤال عجيب ألم تكن عائشة وحفصة مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات السياحة يشار بها إلى الصيام وقد يشار بها إلى الجهاد حينما يكون الحديث عن الرجال في وقت الجهاد على أي حان لست بصدد الدخول في كل صغيرة وكبيرة في الآيات وإنما أتحدث بنحو إجمالي عسى ربه إن طلق كنه الخطاب لعائشة وحفصة لزوجات النبي وبحسب البخاري وبحسب عمار فإن الخطاب في هذه الآيات لعائشة وحفصة إن تتوب عسى ربه إن طلق كنه أن يبدله أزواجا خيرا من كنه ما هي هذه الصفات التي هي ليست متوفرة في عائشة وحفصة أو أنها تتوفر في عائشة وحفصة بنحو ضعيف وضعيف جدا لا قيمة له عسى ربه إن طلق كنه أن يبدله أزواجا خيرا من كنه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكار عدوا إلى القرآن وتدبروا فيه أنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم أنا أخاطب الذين يشاهدونني من السنة مع احترامي لهم أنصفوا أنفسكم هذا هو القرآن هذا ما هو كلامي أنتم أنتم تدبروا فيه انتفعوا من كلامي في جهة إثارة المعاني فقط لا تأخذوا بكلامي أنتم عودوا إلى القرآن وبحسب المنهج العمري فإن عمر هو الذي يقول حسبنا كتاب الله فعودوا فعودوا إلى كتاب الله وتدبروا في آياته وانتفعوا من كلامي في جهة إثارة المضامين دققوا النظر في الآيات وتدبروا فيها هذه المضامين واضحة إذا كان الخطاب مع زوجات النبي بهذه الصيغة عسى ربه انطلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا ما هي هذه الخيرية التي لا تمتلكها عائشة وحفصة خيرا من كنا هناك خيرية لا تمتلكها هاتان الزوجتان بحسب الآية مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار ثيبات وأبكار هذا وصف للحالة الاجتماعية للحالة الجسدية للمرأة يعني أن النبي قد يتزوج ثيبات وأبكار بهذه الأوصاف مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وهذه الأوصاف هي ميزة الخيرية في الزوجات التي يفترض إذا ما أراد رسول الله أن يتزوجهن وهذه المواصفات ليست متوفرة في الزوجتين المخاطبتين إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار الآيتان الرابعة والخامسة بعد البسملة من سورة التحري أعتقد أن الصور واللقطات باتت واضحة إذا كنتم تنصفون أنفسكم وإذا كنتم تبحثون عن الحقيقة والحق نذهب إلى فاصل